سلمت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 إلى مجلس النواب ووفقاً للموعد الدستوري المحدد أي قبل انتهاء السنة المالية بشهر بحسب تصريح مدير عام الموازنة لنشرتنا الدكتور محمد الهزيم الحكومة قدرت العزة في موازنة 2017 بمقدار 827 مليون و300 ألف دينار حيث قدرت تجمالي النفقات الحامة بقيمة 8 مليارات وتسعمائة مليون دينار بزيادة نسبتها 7.4% عن المعاد تقديره لهذا العام والإيرادات قدرتها بنحو 8 مليارات و 119 مليون دينار بزيادة 12.3% في حين توقعت تراجع المنحة الخارجية بنسبة 13.3% حيث قدرت بنحو 777 مليون دينار إلى ذلك أكد مشروع الموازنة أن الحكومة ستنفذ إجراءات ضريبية إصلاحية وفقا لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي بقيمة 450 مليون دينار وستستمر في دعم المواد التموينية حيث خصصت نفقات لها بقيمة 180 مليون دينار بتراجع 6% عن القيمة المعاد تقديرها للعام 2016 كما توقع مشروع الموازنة إصدار سقوك تمويل إسلامية حيث تم تقدير موازنة التمويل بنحو 5 مليارات و 200 مليون دينار ستستخدموا لتزديد العز وأقصاط القروض لدين البنك المركزي والديون الخارجية وقدرت الحكومة قيمة المشاريع الرأسمالية في موازنة 2017 وعددها 595 مشروعا بنحو مليار و 316 مليون دينار في حين سيتم تنفيذ 100 مشروع ومشروع بقيمة 305 ملايين و 200 ألف دينار من أبرزها مشروع عمبوب النفط العراقي الأردني وميناء بري ومركزي لوجستي في الماضونة ومشروع نظام أجور عبر البطاقة الإلكترونية ونظام مشروع التعليم الإلكتروني عن بعد إضافة إلى مشروع الحكومة الإلكترونية البطاقة الذكية أما على المستوى الوطني فخصصت مشاريع بقيمة 465 مليون و 200 ألف دينار سيتم تنفيذها على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات استحوذت العاصمة على الجزء الأكبر بقيمة 131 مليون دينار وأقل محافظة كانت جرش بقيمة 46 مليون دينار ترجمة نانسي قنقر